وعدتكم ان احنا النهاردة هنتكلم على اجزيمة اليدين نفهم الاول كلمة اجزيمة اللي بتخوف الناس لما بقول اجزيمة المريض بيتخط مع ان كلمة اجزيمة دي حساسية سطحية في الجلد الاصل اللاتيني بتاعها ممتع جدا ان احنا نفهمه اك اوت سعين بايل يعني فوران كلمة امي الله يرحمها وكلمة كل اماتنا اللي بنشوفه على الجلد فعلا طفح جلدي فوران دم الكلمتين بتاعها زمان دول الجلد بيبقى لونه احمر وعليه شوية حبيبات فيها افرازات صفرة سائل اصفرة خفيف سائل الجسم وحكة هي دي الاجزيمة فقط ملاهاش علاقة بالدم ولا بحاجة خطيرة ولكن الحكة مزعجة لدرجة انها الانسان بتقول انها مرض خطير ودايما بقول المرضايا ده مش مرض خطير ده مرض سخيف نفهم بقى الاجزيمة يبتيجي بصورة حادة في بدايتها دايما حادة اللي قلناه الحمار والفقاقية اللي فيها سائل الاصفر والافرازات والحكة الشديدة مع الاستمرار في الحكة الجلد بيتغير يبتدي يبقى سميك وداكن وحتى تعرجات الجلد بتبقى واضحة اكتر وبرضو الحكة مستمرة دايما بنصح مرضايا نقاوم الحكة بكل طريقة ممكنة وبشرح كام لعبة كده نلعبها لانه شعور الحكة بيبقى قاسي جدا وضاغط جدا وصعب ان احنا نتخلص منه ولو ادمناه بصراحة بيبقى ادمان اجمل من السجاير واجمل من حاجات تاني الناس بتدمان لازم افضل احك حك حك يا دكتور لحد ما تجيب الدم وبعدها استريح وده طبعا لتفسير علمي مش وقت ودلوقتي بس ده اللي بيحصل والتكرار بيوصل الجلد للمنظر اللي حضراتكم شايفينه في الصورة اللي تحت اشهر اسباب التهابات اليدين نمر واحد الاجزيمة التعرقية دي بتيجى عادة مع التوتر واحيانا بتيجي نفس الصورة دي لما بيبقى فيه التهابات فطرية شديدة في القدمين يوم رد فعلي لها يظهر الصور اللي حضراتكم شايفينها دي في اليدين حبيبات تحت سطح الجلد عميقة شوية فيها السائل الاصفر بتبدأ على جانباي الاصابع وبعدين تبتدي البان في الكف من جوة برضو معها الحكة ومعها الالتهابات ساعات بتيجي الاجزيمة مصحوبة للتنيا للتهابات الفطرية اللي بتيجي في اليدين الثلاث صورة حضراتكم شايفينهم تحت أشكال مختلفة للتهابات التنيا في اليدين اللون الغامق اللي في بطن الكفين اللون الأحمر اللي واخد الكف كله الالتهابات اللي واخدة ما بين الأصابع وسرحة على بطن اليد وعلى ظهر اليد لو دهنا مرهم الكورتزون هنا الالتهابات هتخف لأن الكورتزون بيهدي الالتهاب مرهم الكورتزون علاج الاجزيمة لو دهنا هنا هيزود من تمكن الفطر في الجلد وإن خفف الالتهاب ظاهريا عشان كده مش كل التهاب أحمر بيحك في الإيد تبقى إجزيمة من الأسباب الشهيرة جدا الحساسية فيه فرق ما بين الحساسية يعني أنا تعرضت الحاجة الناس كلها بتتعرض لها وعملت معي المشاكل دي بس ما بتعملش معهم دي حساسية زي اللي بيأكل فراولة وتجيله حساسية أو مانجا وتجيله حساسية والناس كلها بتأكلها النيكل اللي موجود في السبائك المعدنية في الخاتم زي الصورة الأولانية يمين فوق الساعة زي الصورة اللي في النص طلاء الأظافر مش النيكل بقى طلاء الأظافر وعمل الالتهابات حوالينا الأظافر الناس كلها بتتقبل ده بس جسم المريض ده رفضها الجسم يقول اللي عايزه ونسمع الكلام مش هنجبره طالما رافض يبقى خلاص دي لان تستخدم بعد كده أو إن يحصل الالتهاب اللي موجود من الإهانة المتكررة اللي أنا باهين بها الجلد يعني إيه؟ يعني مش حساسية يعني كل الناس هيحصل لها ولكن بدرجات مختلفة حسب قوة وسمك وقساوة الجلد قوة مقاومته وحسب قوة المادة الكيمائية اللي بتعرضها الجلد وعدد مرات التعرض نقول مثل كلنا لو حطينا نقطة حامل على قدنا هنتحرق أهو ده اللي بيحصل لما بنتعرض للصابونات المنزلية صابون التنظيف الإعلان يقول قوي على الدهون خفيف على اليدين اللي يعني هينائي دهون الحلة ويسيب دهون إيدين حضرتك أو الصناعية اللي بيستعي بإنه يلبس جوانتي أو مش متعود عليه فبيتعرض للأسمنت أو للشحوم كل ناس اللي هتتعرض للشحوم أو للصابونات المنزلية أو الكيمائية القوية هيحصل لها الالتهابات بدرجات مختلفة في مراحل مختلفة إن ما كانش بيحصل دلوقتي حضرتك ما تأمنش لأنه هيحصل بعدين ولو حصل بعدين ما تجيش تقولي لي ما أنا طول عمري إيدي في الصابون ليش معنى دلوقتي لا خلاص جسمك قال الكفاية تاني نحترم الجسم في حاجات تشبه الإجزيمة إحنا عرضنا صورة الإجزيمة اللي مع الفطريات ممكن الفطريات لوحدها من لونها الأحمر في الصورة الفؤانية اللي هتشايفينها بالإشرة أو التسلخات اللي ما بين الأصابع تديني إحساس إنها إجزيمة ونسخد مرة من الكورتيزون وده غلط على إنها إجزيمة ممكن التهابات بكتيرية زي الحمرة الشديدة في الصورة اللي على اليمين تحت أو شبيه الحمرة اللي بييجي أحيانا من شكة شوكة سمكة أو عظمة فرخة التهاب بكتيري برضو الاتنين دول لازم مضادات حيوية أو الصدفية الصدفية مرض مختلف تماما عن الإجزيمة وإن كان من حسن الحظ إنه لما بيتشخص الإجزيمة على إنها صدفية أو الصدفية على إنها إجزيمة اللي الاتنين بيتسجيبوا المرهم الكورتيزون مش مهم إحنا نشخص المهم من العين يتحسن ولكن مش ديل قعدة مش كل حاجة حمره ومقشرة وبتهرش هتبقى إجزيمة وتاخد مرهم الكورتيزون أصل اختيار موضوع الإجزيمة بتاعت اليدين النهاردة هو أساسا الإجزيمة المنزلية 35 سنة أو أكتر بقول لكل الستات لو سمحتم إلبسوا الجوانتيات بتاعت المطبخ في شغل البيت صبون المطبخ المنزفات المنزلية والناس اللي بتستخدم الحاجات اللي أقوى من كده ما فيش حاجة من دول هينقي الدهون بتاعت الحلة ويسي الدهون إيديك الله يرضى عليك احترم جلدك لأنك هتتعبي بعد كده وما يتهيلكيش إنك النهاردة جلدك تقبل لا بعد كده مش هيتقبل لما يحصل الالتهاب هنستخدم الكمدات البرمنجانات لو الدنيا بتنزل في إفرازات أو غسول البوريك وكريم الهيدوكورتيزون هنستخدم الكريم المرتب لو الدنيا فيها جفاف وفيها تقشير إنما الأصل الوقاية وجوانتيات المطبخ مش الجوانتيات الطبية في جوانتيات مخصوصة تتحمل شغل المطبخ مش جوانتيات بتاعتنا كده خلصنا كلام على إجزيمة اليدين يا رب تكون الرسالة وصلت المرة الجاية وبناء على طلب أحد أصدقاء القناة هنتكلم على حم والنيل ده الموسم بتاعه اليومين دول أفهمكو بقى شوية نفهم مع بعض كده هو بيحصل ليه ونتصرف معها إزاي ما تنسوش اللايك والشير ما تنسوش تشراك في القناة وتفعيل الجرس انتظرونا يوم الاتنين في الحلقة الأدبية ويوم الخميس في الحلقة العلمية وسلام يا أصدقائي